أعود إلى نيويورك وسفير الدباشي حضرة السفيري أعود معك إلى النقطة التي تحدثت بها في البداية عن الحل الذي قد يكون مقبولا من قبل المعارضة هل لك أن تضح لنا أكثر ما هو المسموح وما هو الممنوع أو ما هو المقبول وما هو الممنوع في شأن أي صفقة أو تسوية قد تعقد للخروج من هذه الأزمة طبعا ما تتمسككم بشرط وحيد هو رحيل القذافي دعني أقول أن أجدد القول بأن المعارضة الليبية بدأت معارضة سلمية وهي لا تمانع في الحل السلمي إذا كان ذلك ممكنا ولكن مع هذا نحن نعرف عقلية القذافي ما لم يكون هناك ضغط عسكري فعلي عليه وتصبح لديه قناعة بأنه لن ينتصر ولن يستمر طويلا في الحكم حتى بالقوة فإنه لن يلجأ إلى التفاوض أو إلى الحل السلمي ومن ثم نحن نعتقد ضرورة تكثيف عمليات حلف الأطلسي وضرورة عودة الولايات المتحدة إلى العمليات إذا أرادوا أن يفرضوا على القذافي أن يجنح للسلم وبالنسبة لنا مشكلتنا الأساسية هي مع القذافي وعائلته فطبعا هناك بعض الأشخاص الآخرين أيضا بجانب القذافي الذين أيديهم ملطخة بالدماء وبالتالي نحن إذا كان المجتمع الدولي يأمل في حل سلمي ويعتقد أن ذلك ممكنا فلا مانع لدينا أن يتنحى أولا العقيد القذافي وأسرته من السلطة وتسلم السلطة إلى شخص كما قلت ربما أمين مؤتمر الشعب العام وهذا أيضا يتمشى مع نظرية القذافي الذي يدعي دائما بأن السلطة لدى الشعب وأن مؤتمر الشعب العام هو الذي يقرر فالأولى أن يسلم السلطة لأمين مؤتمر الشعب العام وبعد ذلك سيكون من السهل التفاوض مع أي ليبي يده ليست ملطخة بالدماء خارج أسرة العقيد القذافي وخارج الدائرة المحيطة بالقذافي نعم سيد دباشي هذا الكلام تطرحه كمعارض للقذافي من الخارج أم مفوض الحديث به من قبل المجلس الانتقالي هل المجلس يوافق على هذه الصيغة؟ أنا لست مفوضا ولكن أعتقد أن المجلس الانتقالي يقبل ذلك موسيقى